رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قالت الزوجة بعد ثمانية عشر سنة من الزواج والقيام بالأعمال على الوجه الأكمل تعبت في يوم تعبا شديدا ولكنني آسرت وأسررت ألا أقصر في حق زوجي فقمت بعمل الطعام لكن مع إجهادي وتعبي ومرضي أصاب الطعام بعض المخالفات التي لم يكن يحبها زوجي الأكل اتهار على النار زاد نطقه يعني اللحمة احترقت الصلطة ملحها زيادة لكن ما كان بد إلا أن أقدم الطعام هكذا من شدة تعبي وإرهاق وقدمت الطعام ولكنها فجيات أن الزوجة يأكل ولا يتكلم لم يقل هذه الصلطة ملحها كثير هذا الطعام مهترئ هذا اللحم محترق لم يقل هذا إنما أكل حتى شبع ثم قالت قمت فأخذت الأطباق ودخلت أغسلها وإذا بي أفاجئ زوجي يضمني بين يديه ويقبلني فاستغربت وقلت لماذاك لما تقبلني فقال طعامك اليوم ذكرني بطعام العروس الجديدة فأردت أن أعاملك بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوج عروسه الجديدة كانت هذه حسن عشرة والرجل نظر في عيني امرأته ورأى تعبها ونظر إلى ما تقدمه من أعمال 18 سنة خدمة حتى لو كان 18 شهر ولا 18 يوم فنظر إلى هذا نظرة جلال وإكبار وحاول أن يتغافل عن الأخطاء في هذه المرة ولم يقف لها على واحدة فعفى وصفح ثم إذا به يكافئها أيضا بهذه القبلة الحانية وبهذه المسامحة والعفو وأنه يعاملها كما تعامل الزوجة في أول أيام عرسها قصة في حسن العشرة الحب هو حسن العشرة حقيقة الحب حسن العشرة في مجلس القاضي أبي إسحاق دخلت امرأة مدعية على زوجها أن لها مهرا على زوجها 500 دينار لكن الزوج أنكر فقال وكيل الزوجة معي شهود أيها القاضي فجيء بالشهود فقال أحد الشهود أريد أن أرى وجه المرأة حتى أشهد عليها وهذا مشروع فانطفض الزوج من مكانه وقال تريد ماذا قالوا يريد أن ينظر إليها هذا حقه حق الشاهد فقال الزوج أيها القاضي إن هذه المرأة زوجتي لها علي مهر 500 دينار ذهبا مثقيل ذهب حر يعني فقالت المرأة أيها القاضي وأنا قد وهبت هذا المهر لزوجي فقال القاضي اكتب هذا في مكارم الأخلاق شوف لما يكون فيه تواصل بين الزوج والزوجة وحسن عشرة بينهما كل منهما يخشى على الآخر ويحن على الآخر ويعفو عن الآخر ويصبر على الآخر هذا هو الذي نريده أن تكون الحياة في البيت قائمة على حسن العشرة قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قلت المرأة فيها من الخير الكثير لكنك لا تستطيع أن تستخرج هذا الخير من المرأة إلا بحسن العشرة فإن أحسنت عشرتها نلت هذا الخير وإن كنت تكره بعض الأمور فيها أو بعض أخلاقها أو بعض انفعالاتها فإنك إن صبرت وأحسنت عشرتها سرعان ما تنال هذا الخير وترزق هذا البر وتعيش عيشة هنية وسعيدة كثير من الزوجات وبالذات في السنوات الأولى من الزواج تجد الزوجة مش قبل زوجها يعني هناك اتصال وننسي تقول فعلا إن فيه اتصالات إن شاء الله الحلقة على الهواء والأرقام تظهر أمامكم على الشاشة نرجو التواصل حتى تثرى الحلقة ونجيب على اتصالاتكم واستفساراتكم في أمر يعني الحلقة وهو حسن العشرة من كمال الحب إحدى الاتصالات أو المتصلات قالت إنها بقلها سنة تقريبا متزوجة لكنها مش متقبلة زوجها وطرى فيه من العيوب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة إلى آخر فكان إجابتي عليها بسهولة جدا بفضل الله تعالى قلت لها ما هي الصورة الذهنية التي كانت عندك قبل الزوج الإشكالية الكبيرة إن كل امرأة عندها صورة ذهنية للزوج اللي هتتجوزه ونفس الكلام كل رجل عنده صورة ذهنية للزوج اللي هتجوزها فلما يرتبط ويتزوج فإذا بهذه الصورة غير موجودة أو هذه الصورة موجودة بعضها أو القليل منها فماذا تصنع المرأة وماذا يصنع الرجل زي بالظبط أعوام الناس لما بيقولوا البنت مستنية العريس اللي جاي على فرس أبيض وشعره مش عارف إيه وشكله إيه ولونه إيه ومعه أموال إيه إلى آخره فهذا الأمر دائما يحدث مع كل البنات وكل الشباب المقبلين على الزوج إن فيه صورة ذهنية في الدماغ وعلى هذه الصورة أو على أساس هذه الصورة يبدأ يتعامل مع الطرف الآخر لا اطرح هذه الصورة الذهنية من ذهنك اطرحي هذه الصورة الذهنية من ذهنك وتعاملي مع الواقع الذي أنت تعيشينه تعاملي مع الزوج بعجره وبجره تعامل مع الزوجة بعجرها وبجرها تعامل معها بحقيقتها حاول أن تظهر دائما أو تظهر دائما الجوانب الحسنة فيها حاولي أن تتعاملي مع الجوانب الحسنة وتعددي الجوانب الحسنة حتى تستطيعي أن تتقبل الأمر خلاص يعني تم الزواج وأصبحت زوجة وأنت أصبحت زوج ما ينفعش مش هينفع نرجع مش هينفع نطلق مش هينفع أن احنا نعيش منعزلين عن الواقع اللي احنا فيه لكن الواجب أن احنا نتعامل ونتعايش مع هذا الواقع ولكن مع تحسينه مع النظر إلى أجمل ما فيه حتى نستطيع أن نستفيد منه هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليه شوف اللام هنا اللام المضارعة ليسكن إليها وكأن الرجل يحتاج إلى أن يعالج نفسه ليشعر بالسكن والسكينة مع امرأته وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة وهذا الرحمة الجبلية التي جعلها الله بين الرجل والمرأة لابد لها من نمو زي الطفل الجنين ببطء أمي ثم ينزل طفل ثم نهتم به ونحاول ننمي الجوانب الحسنة فيه ننمي فكره وننمي نظره وننمي سمعه وننمي كلامه إلى أن يصبح فتيا قادرا على مواجهة الحياة كذلك المودة الرحمة التي جبل الله عليها كل زوجين الواجب على الزوجين لما ينموا هذه المودة وهذه الرحمة بحسن العشرة بحسن المعاملة أن يوجد الرجل السكن في امرأته بمعالجته لنفسه أن يتقبل الواقع أن يسكن نفسه مع هذه المرأة أن يسكن نفسه في هذا البيت أن يهدئ من روعه أن يتقبل الواقع حتى يستطيع أن يتعايش شيل الصورة الزهنية اللي في زهنك للشخص اللي كنت نفسك تتجوزيه وشيل الصورة الزهنية اللي في زهنك للشخصية اللي أنت كنت نفسك تتجوزها وتعامل مع الواقع كتير من النساء والرجال لما بيسمعوا الدروس والمحاضرات لما بيقرأوا في الكتب عن صفات المرأة الصالحة صفات الرجل الصالح صفات المعاشرة بالمعروف حقيقة الحب بكيفية العلاقة السوية بين الرجل والمرأة وتبدأ تعمل إسقاط على الواقع اللي هي فيه أو هو يعمل إسقاط على الواقع اللي هو فيه ويبدأ يتزمر ويرفض هذه المرأة ويرفض هذا الواقع وهي تتزمر وترفض هذا الرجل وترفض هذا الواقع أنا عايز أقول لكم أن الكمال لله وحده وأنه ما فيش مرأة كاملة ولا فيه رجل كامل لكن فيه تكامل بين الرجل والمرأة ما فيش رجل كامل ما فيش امرأة كاملة لكن فيه تكامل بين الرجل والمرأة لابد أن يتكامل كل منكما بالآخر لابد أن يعني تكمل النقص الذي في امرأتك بالكمال الذي عندك وتكمل النقص الذي في زوجك بالكمال الذي عندك حتى تصبح صورة كاملة حتى تكون صورة كاملة حتى يكون هذا البيت في حالة استقرار في حالة رضا في حالة سماحة في حالة سعادة في حالة حب في حالة حسن عشرة شوفي القول القرآني وعاشروهن بالمعروف هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن تكون معاشرة المرأة بالمعروف وليه موجه الكلام للمرأة للرجل دون المرأة المرأة مطالبة أيضا لكن الكلام موجه للرجل لأن الرجال قوامون على النساء بيدهم القوامة بيدهم يعني اتدف زي ما بيقولهم يستطيعون أن يوجهوا السفينة إلى الوجهة الحسنة إلى الوجهة القويمة إلى أن ترسوا على يعني على رصيف الاستقرار والأمن والأمان فالرجل هو الموجه لهذا الكلام لأن الرجل أقدر من المرأة على يعني معالجة الواقع معالجة المشكلة لأن الرجل دائما يعني عقله متقدم على عاطفته والمرأة عاطفتها مقدمة مقدمة على عقلها فالمرأة تتعامل بالدموع ربما تتعامل بالصوت المرتفع ربما تتعامل بالكآبة والاكتئاب والانعزال ربما تتعامل بسوء عشرة والرجل أعقل من ذلك لابد أن يقابل كل هذا بالرفق والرحمة والعفو والصفح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض مؤمن مؤمنة لا يكره مؤمن مؤمنة إن كرية منها خلقا رضية منها آخر في جانب حلو جانب وحش قلت قبل كده أنا في بعض الحلقات إن لما بيجي لي واحد يشتكي من مراته أو واحدة تشتكي من زوجها وهم الاتنين موجودين في المجلس فقوله أول ما قوله قوله وعدد لي الجوانب الحسنة اللي في مراتك وهو مش متوقع كده ونفس الكلام بقول للمرأة عدد الجوانب الحسنة اللي في زوجك وإيه مش متوقع كده اللي بيجيش كده بيقول عمل وعمل 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 عملت وعملت 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 فيها أخلاق سيئة كذا وكذا وكذا لكن أنا بفجئه وبفجئها بقول لهم عددوا الجوانب الحسنة فعند ذلك يقف ويبدأ يبحث وهي تبحث والحقيقة أنه إذا يعني وفق الرجل ووفقت المرأة أن تعدد الجوانب الحسنة في الطرف الآخر في الزوج فإنه سرعان ما يتم الوفاق ويتم التصالح ويتم التغاضي عن هذه المشكلات وعاشرهن بالمعروف عايزين يعرف إيه أدوات العشرة العشرة دي يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف المعروف هنا المعروف هو ما تعارف عليه الناس مما وافق الكتاب والسنة ما تعارف عليه الناس مما وافق الكتاب والسنة وليس المعروف هو ما تعارف عليه الناس حتى وإن كان معارضا للكتاب والسنة دائما بناخد العادات والتقاليد ونقدرها ونعظمها إذا كانت مطابقة وموافقة للكتاب والسنة أما إذا كان المعروف فالعدات والتقاليد مخالفة الكتاب والسنة لا يبقى اللي موجود في الكتاب والسنة أولى وأعظم وفي نفس الوقت لما أأخذ اللي في الكتاب والسنة أحاول أرفق بالواقع اللي استمر على هذه العادات والتقاليد اللي استمر على هذا التعاطي مع هذه المواقف لابد أن أرفق به وأغير فيه شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً إن معالجة النفس البشرية أصعب بكثير من معالجة الحديد الصلب الحديد الصلب لما نيجي نحب نغير في شكله نحب يعني نعمل منه طبق نعمل منه سيف نعمل منه سكين نعمل منه أي شيء بنحتاج أن ندخله النار ثم تصل درجة حررته إلى درجة ما قبل الإنصار ثم أقوم بالطرق عليه حتى أحول هذه الكتلة من الحديد إلى الصورة اللي أنا عايزها لكن معالجة النفس البشرية مش كده قال صلى الله عليه وسلم شر الرعاء الحطمة شر الرعاء أي شر الرعاة الذين يقومون بحطم ما يرعون من أجل أن يصلحوه لما تقوم لابنك وتكسر عدمه علشان تصلحوه وانت كده بتصلحوه أنت بتكسره لما تقوم لزوجتك وتضربه وتكسر عدمها علشان تغير فكرة في دماغها الحقيقة انت بتكسر عدمها ما بتكسرش الفكرة اللي في دماغها شر الرعاء الحطمة شر الناس الذي يحتم من يرعى من أجل أن يقومه التقويم في النفس البشرية يحتاج إلى الرفق لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ارفقوا عباد الله أحسنوا قال صلى الله عليه وسلم استوسوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن اتركته لم يزل أعوج فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر والضلع طبيعته عامل كده ده طبيعة الضلع الضلع الأيسر هو شوف الضلع عامل إزاي فيه إنحناء كده فهو دي طبيعة المرأة من طبيعة أصل خلقتها إنها خلقت من ضلع وإن فيه عوجاج وأكثر الإعوجاج موجود أعلى الضلع أعلى الضلع أكثر الإعوجاج موجود فيه والعلماء بيقولوا وهذا فيه إشارة إلى اللسان فالمرأة حينما يظهر إعوجاجها أو يظهر غضبها على طول تبصت لاي لسانها يعوج بذكر السوء في زوجها بالسب بالشتم بالكلام الذي لا ينبغي أن تقوله المرأة لزوجها أو تقوله عن أهله أو تقوله عن معاملته لها إلى آخر فهذا الإعوجاج إن ذهبت تقيمه يعني بالعافية يعني يعني زي بذبط ما تمسك العظمية المعوجة دي عايز تعدلها كده لابد أنها تنكسر مش هتتعدل ولو ستاها على الحال ده هتظل معوجة هتعمل إيه طيب فهستمتعوا بهن على ما فيهن من عوجة أنا بقول إيه بقول إذا كانت مادة أو أصل مادة خلق المرأة من آدم هذا فيه إشارة خفية أن سبب إعوجاج كثير من النساء الزوج سبب كثير من إعوجاج النساء من الزوج إما أنه هو سبب مباشر في وجود هذا العوج في مراته وإما أنه حينما وجد هذا العوج لم يكلف نفسه أن يصلحه أو يصححه أو يتقبله أو يلينه إذن في الأخير الرجل هو المسؤول عن إعوجاج المرأة خلقة أو عدم تعاطي مع هذا الإعوجاج بالصورة التي تجعله لينا أو تجعله مقبولا أو تجعله يعني لا يظهر إلا كل فين وفين فقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وشوف أنه عسلم لما ينص على الخير لابد أن تكون وصيتك بالمرأة بالخير مش بالشر هناك برامج هناك ناس هناك تمثليات هناك أفلام بتوصي الرجال بالشر فيه المعاملة مع المرأة وفيه تمثليات وأفلام وفيه قصص وفيه روايات وفيه صديقات بتوصي النساء بالشر مع أزواجها لكن النوع سلم المبعوث رحمة للعالمين قال استوصوا بالنساء خيرا والسين هنا سين الطلب يعني مش مجرد أنت فقط يعني تكون خير مع امرأتك بل أوصي بل يجب أن توصي امرأتك وتوصي ابناك وتوصي صديقك وتوصي جيرانك وتوصي الناس بأن يتعاملوا مع النساء بوصية رسول الله شكرا بالخير وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خلي بألك كلمة عسى في حق الله تبارك وتعالى على التحقيق يعني سيجعل الله فيها خيرا كثيرا إن كرهتها سيجعل الله فيها خيرا كثيرا إن أنت أحسنت أشرتها إن أنت أحسنت عشرتها وإن أنت أحسنت عشرة زوجك ستنالي الخير الذي عند زوجك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا النبي سعى سلم كان له مواقف جميلة جدا مع النساء تعرفوا أن بعض زوجات النواع سلم كانت تهجر النواع سلم إلى الليل وكانت تهجر كلامه يعني ممكن يكلمها ما تردش عليه وتقعد طول النهار هجرها مش عايزة تكلمه ومش عايزة تاخد وتدي معاه مأموصة زي ما بيقولوا مكشرة مكالضمة إلى آخر لكن إذا جاء الليل لا يمكن تعمل كده المرأة إذا جاء الليل عليها لابد أن تحسن إلى زوجها لابد أن تصالحها لابد أن تقترب منه لابد أن تمسه لابد أن يمسها لابد أن تزيل كل أسباب الهجر ليه في الليل بالذات أن الرجل إذا أراد شيئا من امرأة في الغالب يريده في الليل وإذا أراد منها شيئا ورفضت فإن الملائكة تلعنها وإن الرب تبارك وتعالى يلعنها فإن الرجل إذا أراد من امرأته شيئا فأبت عليه باتت والله عليها غضان والملائكة تلعنها وزوجاته من الحور العين في الجنة يعني تدعو عليها بالويل والثبور لا يصلح بحال من الأحوال أن يأتي الليل عليك وأنت مخاصمة لزوجك إن خاصمتيه أو إن هجرتيه طيلة النهار فلا يأتي عليك الليل إلا وقد صالحتيه أو تلمست إصلاح المصالحة معه أو تقربتي منه أو دخلتي معه في لحافه أو شم منك رائحة طيبة أو رأى منك غنجا أو حرقة تدل على أنك تريدين أن تتواصلي معه إياك أن يصل بك حال الهجر إلى الليل بعض النساء بقى تقولك ده نبقى لي شهر هجراه ده بقى له شهر هجرني ده نبقى لنا ثلاثة أيام متهاجرين هذا لا يصلح بحال من الأحوال فإن النبي عائشة سلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فالتنال الخير الذي عند زوجك بقربك منه والتنال الخير الذي عند زوجتك بالقرب منه كان النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إحدى نسائه إلى الليل وتهجر كلامه وربما تهجر اسمه سيدة عائشة يعني النبي عائشة سلم كان يقول لها إيه شوف الكلام الجميل بقوا شوف الملاحظة الدقيقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضبا فقالت متى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم حينما تكون عني راضية تقول لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا تقول لا ورب إبراهيم فقالت نعم والذي يعني بعثك بالحق لا أهجر إلا إسمك يعني عايزة تقول إن هي فقط الإسم بيجيش على لسنة لكن قلبها مطمئن بمحبة النبي سعيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بقربها منه صلى الله عليه وسلم وهكذا كل امرأة مع زوجها إن حصل هجران أو حصل غضب أو حصل زعل أو حصل يعني زي بقوله لو يبوز يبقى لا يكون هذا أبدا طيلة الأيام والليالي بل يكون وإن كان ولا بد فليكن بالنهار لا يكون بالليل ولا يكون إلا في حدود محدودة فإن الشيطان يحب دائما مهاجرة المسلم لأخي المسلم ومهاجرة المرأة لزوجها ومهاجرة الزوج لزوجته لأن في هذا إعمال للإفساد في البيت والإفساد في الأرض بعد ذلك فالنبي عسلم عرف سيدة عائشة إنه هو إمتى بتكون يعني راضي عني وإمتى مش راضي عني أنا عايز كل راجل ياخد باله من مراته كده يعرف إمتى بتكون راضي عنه وإمتى مش راضي عنه عشان يشوف إيه هي أسباب الرضا اللي بتخلي مراته ترضى عنه ويأتيها وإيه أسباب الغضب الذي يأتيها فمراته تغضب عليه ويبعد عن الأسباب التي تغضبها ويأتي الأسباب التي ترضيها وكذلك المرأة تشوف إيه اللي بيرد زوجها وبيسعده وتعمله وإيه اللي بيغضبه ويديقه وما تعملوش عشان تستديم العشرة والشعبي القاضي أحد القضاء أيضا لما جيه تزوج أمقال لمراته في ليلة عرسهما قال يعني قولي ما تحب وما تكره وأنا أقول لك ما أحب وما أكره وإذا رأيتيني غاضب فرديني وإذا رأيتك غضب أرديك وإلا لن نستحب وقيل هذا الكلام عن أبي الدرداء فإذا المرأة والرجل الذي بيكون عندهم نوع من الحوار الذي يؤدي إلى الإنسجام والمعاشرة بالمعروف إيه اللي بتحبه إيه اللي بتكرهه إيه اللي بتحبه وإيه اللي بتكرهيه ولما تلاقيني غضان اهدي كده وما تزوديش الغضب لا تلقي بالزيت على النار لا تلقي بالبنزين على النار ونفس الكلام انت لما تلاقيها غضانة لا تلقي بالزيت على النار لا تلقي بالبنزين على النار فتزداد اشتعالا بل الواجب ان تهدئها او تخفف من حدتك او تبتعد عن مجال الغضب دوت حتى تعود البيه الى مجاريها وتعود مرة اخرى المعاشرة بالمعروف بينك او بينها يبقى اول ما يجب على الرجل في حسن عشرته انه هو يفهم مراته يفهمها ويحاول انه هو يعني يتعاون معها في ازهاب يعني غضبها ايضا من حسن العشرة حسن التصرف في مواقف الغيرة قلناها دي قبل كده النابش عسلم يعني ازاي تصرف في موقف الغيرة انا قريت نص لهذا الموقف عند الامام النسائي النسائي استغربت جدا السيدة عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها هو واصحابه واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قيل امه سلم وقيلها زينب بنت جحش انبعتت صحفة يعني زي انجر كده فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في بيت السيدة عائشة المفروض السيدة عائشة تقوم تعمل الاكل وتقدم الاكل والضيافة يعني لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن صارعت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت للنبي عليه وسلم بما يحب هو أصحابه من طعام الرواية اللي عند النساء أن أنجر الطعام ده أو صحفة الطعام وضعت أمام النبي عليه وسلم وأصحابه فأتت السيدة عائشة بفهرن يعني بحجر وقامت خبطة بها لإيه؟ هذه الصحفة فكسرتها وانسكب بعض الطعام من الصحفة فضم النبي عليه وسلم شطري الصحفة يعني نصين الطبق ده ضمهم لكده البعض وقال لأصحابه كله كله وقعد يدحك في ويش أصحابه والغارة أمكم غارة أمكم فلما انتهى هو أصحابه من الطعام وقام للسيدة عائشة وقال أتيني بصحفة من عندك بدل هذه الصحفة التي كسرتها ثم دفعها للخادم وبعث بها إلى زوجته وأمر الخادم ألا يقص شيئا من الحدث لسيدتي أي لمرأة النبي عليه وسلم الأخرى شوف النبي عليه وسلم تقبل الموقف إزاي أنا بصراحة لما قررت النص ده عند السيدة عند الإمام النسائي أنا استغربت جدا السيدة عائشة جيبت وتحجر وتضربه في الطبق تكسر الطبق قدام النبي قدام أصحابه وتضلوا الأكل اللي فيه وبالرغم من ذلك النبي عليه وسلم يقول غارة أمكم غارة أمكم ويدحك ويلم الطعام ويأكله وأصحابه وبعدين يقول السيدة عائشة ابعت لها طبق غير الطبق اللي انت كسرتيه تأمر فعلا يعني يعني زيادة أوي عن اللي احنا كنا متوقعون أو متخيلين عن النبي عن كل زوج وزوجة ان الرائل المرأة تعمل كده قدام مع زوجة قدام أصحابه وإذا به يتصرف هذا التصرف النبيل العظيم الحكيم الحليم الممتلئ صبرا حتى يعلم الأمة أنه يجب على الرجل أن يعني يعمل حساب غيرة المرأة يعمل حساب هذه الجبلة التي خلق الله عليها النساء من الغيرة يحاول أن يعفو ويصفح أنا بقول كل الرجال يعني تعلموا من النبي عليه وسلم مدى صبره ومدى حكمته في معالجة الغير وبقول كل امرأة برضو ما تعمليش كده يعني آه النبي عليه وسلم عالج الموقف بهذا الشكل الرجال كلهم من زي النبي عليه وسلم في بعض الرجال يعني لو عملت حاجة زي كده يقول لها على بيتها بك على طول طالق ولا يرجعها دي أحرجتني قدام أصحابي دي أحرجتني قدام ضيوفي دي عملت دي سود دي رفعت صطة دي كسرت الطبق دي دلقت المائدة إلى آخره كل الكلام دوت ممكن يحدث من أي رجل فأنت يعني غيري بس فلتكن غيرتك وحميدة مسكي نفسك في حديث لكنه لا يصح كما قال الإمام ابن حجر إن الله كتب الغيرة على النساء فمن فمن صبر منهن فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد كان لها أجر شهيد فهذا النص يعني لم يصح عن نبيع سلم لم يصح عن النبيع سلم لكن لا شك أن المرأة بصبرها في غيرتها لها أجر عظيم لأنها بتخالف فطرتها بتخالف أصل خلقتها وده كله بيكون له أجر عظيم لأن الأجر على قدر المشق انظر إلى الرجل الذي ينفق ماله في سبيل الله ينفق ماله في الحج ينفق ماله على الفقراء والمسيقين ده غير طبيعة الناس الطبيعي إن الواحد يمسك المال ويحفظه ولا ينفقه وينفقه على نفسه هو وأولاده لكن أن ينفقه في سبيل الله هذا خلاف الطبيع نفس الكلام الذي يفزل نفسه وروحه في سبيل الله هذا خلاف الطبيعة خلاف الخلقة خلاف الجبلة إذن إذا كانت المسألة خلاف الجبلة وصبر الإنسان عليها لا شك أنه يؤجر أجر عظيم وإن كان النص لا يصح إلا أن أقول أن النساء لها أجر عظيم عند صبرها عندها غيرتها وصبرها على آذى زوجها معنا تصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا محمد الفعل صوتك لو سمحت أيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا محمد بقول لها حضرتك أنا مثلا جازي ما بنفقش على العيال وما بعملش وما يحبش يصلي وما يحبش يصوم كل ما يصوم وكل ما يصلي وكل ما أعمل حاجة من ده ونسمع قناة الناس وقناة النادى وقناة الرحمة يوه دي الشنفية وفي العيال والكلام دي حضرتك بتقول لازم الكلام ده من زمان ولا لسه جديد عليه من زمان بس نعمل ايه بقى يعني انت صبر من زمان زاد اول وقت بقى طيب طيب خلاص أجيبك إن شاء الله يا محمد يعني طبعا أمم محمد برك الله فيها يعني بتقول من زمان وزوجها عنده نوع من الغلظة في المعاملة لها ولأولادها ومن السخرية بيسخر منها في صلاتها وفي صيامها وفي معاملاتها وكده وما بيحبش يتفرج على القنوات يعني الدينية وكده وهي بتصبر عليها أنا بوصيها أنها تستمر في هذا الصبر وتدعو له تدعيله في صلاتها وتدعيله في ليلها وتسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه لأن القلب بين أصبعين من أصعب الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا يصح بحل من الأحوال أن تكون قد صبرت السنوات الطوال دي كلها ثم تأتي الآن وينفت صبرك وتبتدي تنقلب عليه لا استمري في صبرك استمري في عطائك استبري عليه إن الذين يعني يعني يصبرون في معاملاتهم سواء للزوج أو للزوجة في هذا الصبر أجر عظيم ويعني سلامة للصدر كمان يعني أنت لما تصبري الله تبارك وتعالى يبدلك خيرا كما قال الله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونره قريبا وكما قال سيدنا يعقوب عليه السلام فصبر جميل عصى الله أن يأتيني بهم جميعا فاصبر يا أم محمد ولتصبر كل امرأة على أذى زوجها ومع هذا الصبر كما قلت لابد من الدعاء المستمر في الليل لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء والحول والقوة بيد الله تعالى فلا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بإذن الله تبارك وتعالى الوقت دهامنا سريعا في هذه الحلقة وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل أسباب حسن العشرة وكيفية حسن العشرة بين الرجل والمرأة ونجيب على تساؤلاتكم معنا على صفحة الفيسبوك من وراء حجاب ومعنا أيضا على الشاشة والأرقام التي تظهر معكم على الشاشة وابعثوا أيضا بالرسائل النصية على الشاشة حتى نستطيع أن نتواصل معكم ونرد على أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبرك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة